أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي مجددا على تعامل كافة أجهزات الدولة بحزم وحسم مع أي حالة تعدي جديدة على الأراضي هفاظا على حقوق الدولة وخلال اجتماع المتابعة موقف تقنين وضع اليد على أراضي الدولة وموقف التصالح في مخالفات البناء شدد مدبولي على أهمية سرعة الانتهاء من إعداد تعديلات تشريعية مقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء لاتخاذ الإجراءات الخاصة بإقرارها بحيث ستشمل الحالات التي لم تتمكن من التقدم للتصالح حتى الموعد الذي كان محددا بالقانون هذا إلى جانب الحالات التي لم يشملها القانون الحالي ومن جانبه أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أن عدد الطلبات المقدمة من المواطنين في ملف التصالح وصل إلى 2.8 مليون طلب منها 1.6 مليون طلب في الريف